يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز في هذه الآية الله تبارك وتعالى بيّن ضعف جميع الناس يا أيها الناس والناس هنا يدخل فيها المسلم والكافر فهم جميعاً فقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فجميع الناس ابتداء من أفضل البشر الأنبياء والمرسلين فهم ضعفاء فقراء محتاجون لله تبارك وتعالى وكذلك الصالحين وجميع المؤمنين فهم فقراء وضعفاء لا حول لهم ولا قوة إلا بالله وربنا جل وعلا وحده هو الغني وهو الحميد فلذلك يُعبد الله تبارك وتعالى وحده لأنه مستحق للعبادة الله سبحانه وتعالى بيّن فقر وضعف الرسل كما في قول الله تبارك وتعالى كما في سورة الإسراء ربنا قال قل دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا هذه الآية والتي بعدها قال ابن كثير رحمه الله وتعالى نزلت في الذين يعبدون عيسى عليه السلام وفي الذين يعبدون الملائكة عليهم السلام وفي الذين يعبدون عزيرا عليه السلام وفي الذين يعبدون الصالحين ربنا تحدى الناس البدع دائل كلهم ربنا قال قل دعوا الذين زعمتم من دونه الله قال فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا الرسل والملائكة كلهم الله قال فلا يملكون كشف الضر عنكم لا يملكون أن يكشفوا عنكم الضر ولا تحويلا أي لا يستطيعون أن يحولوا هذا الضر من إنسان إلى إنسان أو من عضو لعضو في جسم الإنسان ولا تحويلا الله قال أولئك الذين يدعون يعني البتنادون دائل وبتعبدون من دون ربنا تبارك وتعالى من الملائكة وعيسى وعزير والصالحين الله قال أولئك الذين تدعون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي هم فغراء ضعفاء يتوسلون إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وقال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لكم ضرًا ولا رشدًا دا للنبي عليه الصلاة والسلام شوف أشان تعرف إن حتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقير محتاج إلى الله تبارك وتعالى الغني الحميد ربنا قال قل لا أملك لكم ضرًا ولا رشدًا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحد إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وجاء في صيح البخاري مما يبين فقر النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الرسل وأفضل الأنبياء بيّن ربنا تبارك وتعالى أنه فقير ضعيف وأن الله وحده والغني إجي الليلة واحد يغلو في إنسان دون النبي عليه الصلاة والسلام ويعبده من دون الله تبارك وتعالى ده الشرق وده كفر لأن أي إنسان ما بيستحق يعبد إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال شجّى النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وكسرت ربائيته السندي كسرت يوم أحد وشجّى قيل في وجهه عليه الصلاة والسلام وكسرت ربائيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم قال فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وفي حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط على ثلاث نفر من المشركين على سهيل ابن عمر والحارث ابن هشام وآخر فكان يقنط عليهم ويلعنهم فيقول اللهم وملعن فلانا وفلانا وفلان وثالث صفوان ابن أمية فنزل قول الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء هذا يبين ضعف النبي عليه الصلاة والسلام وفقره وحوجته إلى الله سبحانه وتعالى فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فقير محتاج يا ربنا سبحانه وتعالى إذن لا يستعق أن يعبد فكيف بما هو دون النبي عليه الصلاة والسلام ربنا بيّن فقر جميع المؤمنين الصالحين ربنا قال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء ديال الأولياء الحقيقين قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ربنا بيّن لك إن الأولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا بيملك لقين تحاجة الآن في البلد في ناس وقعوا في شرك أكبر من الشرك بتاع المشركين الأوائل الأوائل كانوا بنادونا الصالحين كما مرت الآيات وكان بنادو الأنبياء وكان بنادو الملائكة الليلة في ناس بدعوا ناس من أفجر خلق الله تبارك وتعالى ناس بدعوا للشرك الليلة هنا الناس بيعبدون وبدعون من دو ربنا تبارك وتعالى والله قال لك الأولياء ذات الأولياء الحقيقين ما بيملكوا لأنفسهم نفعا ولا ضرا ألا لا في ناس بيعبدوا ناس ما أولياء ذاته ناس في الساق ناس بدعون العباد إلى الشرك بالله تبارك وتعالى ألا لا في ناس بيعبدوا البرعي صحة لمصح تلقى كم ركشة مكتوب فيها يا البرعي وغو الزمان وما عارو شنو كذا بدعوه من دون الله تبارك وتعالى وبيعتقدوا فيه النفع والضر وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى البرعي داعي بتاع شرك وداعي بتاع فجور عنده في الكتب بتاعته نشر شرك بالله سبحانه وتعالى كتاب اسمه ديوان رياض الجنة ونور الدجنة القصيدة بتاعت أحمد الطيب المشير قال ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مغام المعجزات يناسب قال كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تغلب دالناس الليلة بيعبدو من دون الله سبحانه وتعالى البرعي مدح الحلاج بعد دالناس بيعبدوه والله الحلاج داع ذل زندق ارتد عن الدين البرعي مدحو وقال سفكوا كما في الكتاب بتاع ديوان رياض الجنة قال سفكوا دماء الأبرياء ظلما كما سفك الأقدمون دم الحلاج وقال وقائل خدت بحرا زاخرا وقف بساحل منه رسل سادة الناس ويقال أن هذا هو أبا يزيد البستامي بعد دا قال شنه قال قال الحسين دالحسين بن منصور قال الحسين على معبودكم قدمي وضعته يا له من عارف كاسر داء البرعي بأي داعية الكفر وداعية الحلول والاتحاد الحلاج والبرعي ذاته بقول بالعقيدة ديه كما في كتاب ذاته ديوان رياض الجنة ونور الدجنة بيعتقد عقيدة الحلول والاتحاد وقال البرعي بأيه اتحدى وما عارف تاني بن نساسه بالأحد وغيره من شنو من المسائل فلا بد تعرف إنه ربنا تبارك وتعالى بيّن لك في الغران إنه أي إنسان ضعيف فقير محتاج لربنا وحده الغني ربنا وحده بس غني تاني ما في إنسان غني شانكيدة ربنا تبارك وتعالى تهدى الناس كلهم ربنا قال في سورة سبا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من دون الله يدخل فيها الرسل والملائكة والصالحين جميع الناس هم دون الله ربنا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الله قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير الله قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ربنا في الآية دي بيلك أربع أمور إنا في كل المخلوقين ما متوفرة وهذه الآية كما قال العلماء قطع الدابر الشرك والمشركين ما خلت لي مشرك حجة الله قال خلدوا الذين زعمتم من دون الله الشيء الأول قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الخلق كلهم الصالح والطالح الله قال لا يملكون ما عندهم حاجة تنادي لك ذول ما بيملك حاجة تنادي المكاشي ما هي تلو ستين سنة تنادي الصايم ديمة بيكتراب تنادي غير ربنا تبارك وتعالى ضعيف تنادي ضعيف فقير وحقير وتخلي ربنا تبارك وتعالى بتنادي ليه بيملك الله قال لك ما بيملك لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ما بيملك حاجة دشي الأول وما لهم في همام الشرك ما بيملك حاجة في السماوات ولا في الأرض وما شارك ربنا لا في السماء ولا في الأرض ما شارك حاجة ما شارك في حاجة دشي الثاني وما لهم في همام الشرك الشيء الثالث ربنا قال وما له لله منهم من ظهير أي من معاون ما في أحد عاوى ربنا على خلق السماوات أو على خلق الأرض أو على تدبير هذا الكون هذه ثلاثة أشياء بيعلقوا بها المشركين البناد الفقر والبناد الضعفة من دون الله تبارك وتعالى بقي شيئا رابعا في شيء رابع يقول لك أي صح لا بيملك ولا عنده شراكة ولا عاوى ربنا لكن ديال بندعوهن عشان يشفعوا لينا عن ربنا ربنا بيال ليك إن الشفاعة دي ما عندون الشفاعة دي حقت ربنا الشفاعة حقت ربنا بس ما في أحد بيشفع في أحد إلا بعد إذن الله وإلا بعد الرضا عن المشروع فيه عشان كده ربنا قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له دير لك شفاعة ويتزول بشرك بتنادي البرع والكباشي والسماني والجماعة ديال شفاعة عليك مافق شوف في ناس كتار بيتعلقوا بالشفاعة قل لك يا مولانا بعدين في شفاعة يا أخي أبو فاطمة قدام والشيوخ بيشعلين المؤمنين بيشعلين أيوا صح في شفاعات لكن عقيدتك كيف إنت لو دائر شفاعة بعقيدة في البرع ولا في المكاشي ولا في السماني ولا في الجماعة ديال ما في لك شفاعة ربنا قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما عندك شفاعة شفاعة ديال الموحدين بس كما في صحيحة الإمام مسلم حديث بهريرة النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله أبا هريرة قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يعني ذو الموحد أما ذو الموحد يقول لا إله إلا الله أبنادي الفقرة أبنادي الشيوخ أبعلق الحجبات ده ما خالصا من قلبه ده طوال ما عنده أي شفاعة فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ده بعدين يوم الغيامة شاكد ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات بيّن ليك إن جميع الناس هم فقراء وضعفاء محتاجون لله تبارك وتعالى الغني الحميد يا أيها الناس جميع الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ربنا غني ربنا حميد جميع المخلوقين ضعفاء فقراء إذا ما بيستحق عبادة الذي يستحق أن يعبد هو ربنا الغني الحميد وحده هو الذي أن يستحق أن يعبد إذا ربنا يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز أتوقف إلى هذا الحد ومن ورأي إخوة متحدثون نقدم أخونا محمد ترجمة نانسي قنقر